فن الرسوم الكارتونية المعروفة باسم المانغا يبدو أنه وجد طريقه إلى العالم العربي الجزائر واحدة من الدول التي أفردت مساحة مهمة لهذا النوع من الفن في مهرجانها الدولي السادس للرسوم المهرجان المقام في ساحة رياض الفتح في العاصمة الجزائرية يحتضر أعمال لرسابين جزائريين أرادوا التعبير بها عن أنماط الحياة في بلادهم واختزار ثقافاته بالمجتمعية في حكايات مرسومة حكايات يقولون إن مشانها أن تمثل أحد جزور التواصل الثقافي في البلاد كنت دائما أحلم بابتكار رسوم المانغا الخاصة بي منذ كنت صغيرة وسنحت للفرصة في عام 2010 حين قابلت الأزهر الأبطر وهو ناشر جزائري شجعني على إدراك رسومي الخاصة ولذلك نشرت أول مجموعة رسوم مانغا لي سميتها مونديال إن كتب الرسوم التي يبدعها فنانون جزائريون يجب أن تعمل كجسر ثقافي لجذب قاعدة جماهيرية أعرض القيمون على أمر هذا النوع من الكتب يؤكدون أن لها جمهورها العريض وأن بوسئها استيعاب طاقات وطنية خالصة من المهتمين بهذا الفن هذه رفوف خاصة بكتب رسوم المانغا وكلها إنتاج وطني حيث وضعها محررون جزائريون ونشرها ناشرون جزائريون وكما قلت فإنها لم تكن تباع بشكل جيد جدا فيما مضى لكنها تباع ولها جمهورها الخاص لسيما الشباب السيمة البارزة في هذه المناسبة أنها استطاعت جذب جمهور واسع من اليافعين الذين ارتبطوا بهذه الرسوم وألفوا فنها وحكاياتها وباتت تشكل بالنسبة لهم موردا من موارد الوعي ومنصة من منصات الترفيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر